أهلا بكم في قرات مساء الأخبار وأهلا بالمتابعين والمشتركين جاءنا البيان التالي من بوابة أخبار اليوم من حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات تقريبا زي ما أنتوا شايفين انفجار هائل يهز نيويورك الخبر بيقول أن هز انفجار هائل مساء اليوم الأربعاء 16 فبراير مدينة نيويورك الأمريكية بعد أن اصطدمت شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من المحرقات بعدد من السيارات في جزيرة لونج آيلاند وقع الحادث في مقطعة ناسه عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة على المقود وتحطم في مقدمة صالة عرض اسمها لازي بوي الوقعة في مركز روكفل التجاري زي ما أنتوا شايفين الصور عاملة زي الحريق رهيب جدا والانفجار تسمع في كل حتة في نيويورك وتسبب الحادث في إصابة السائق وثلاثة من رجال الإطفاء الذين أصرعوا إلى موقع الانفجار زي ما أنتوا شايفين المنظر رهيب وقال المسؤولون أن تحطم الناقلة التي كانت تحمل حوالي 13 ألف جالون من البنزين تسبب أيضا في تصرب الوقود إلى أنفاق الصرف الصحي ما تسبب في حريق كبير تحت الأرض طبعا عارفين المجاري والصرف بيبقى فيه حاجة اسمها غاز الميسان والغاز ده أصلا قابل لاحتراق فلما نزل الوقود أو تصرب إلى الأنفاق أو الصرف الصحي حدث برضو انفجار تحت الأرض وكمان بيقول واللي مش عارف ثانية واحدة 13 ألف جالون دول حوالي قد إيه فيه تقريبا 35 ألف لتر بنزين زي ما أنتوا شايفين المنظر عاملت زي في نيويورك النهاردة من حوالي كم ساعة والتسبب الانفجار الذي وقع في أحد الطرق بتعطيل حركة المرور على مدى ساعات بسبب ألسنة اللهب التي اندلعت نتيجة احتراق الوقود بكده نكون انتهينا من الخبر أتمنى أخواتنا المصريين والعرب الموجودين دلوقت في نيويورك يطمنون عليهم من الموضوع ده وهل كانوا قريبين من الحدث ده والانفجار وهل شافوه ولا لأ يكتبونا يا ريت في التعليقات عشان نتطمن عليهم شكرا لحضراتكم أتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك وشير للفيديو لو أعجبكم